أهلا بكم نتوقف بدءا عندما قالته صحيفة الولد ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مسؤولين من أن الولايات المتحدة قررت إزالة أنظمة باتريوت المضادة للصواريخ من السعودية في إطار تخفيضات عسكرية تقوم بها هناك وأضفت الصحيفة أن واشنطن قررت إزالة أربع بطارية باتريوت وسحب عشرات العسكريين وبحسب المسؤولين فقد غادرت طائرتان مقاتلتان أمريكيتان المنطقة وتدرس الإدارة الأمريكية خفض الوجود البحري الأمريكي في الخليج وفي وقت سابق كشفت وكالة رويترز عن مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان حذره فيها من أنه سيكون عاجزا عن منع المشرعين الأمريكيين من تمرير قانون لسحب القوات الأمريكية من المملكة إذا لم تخفض السعودية إنتاجها النطي بشكل مفاجئ ودون مقدمات تسحب الولايات المتحدة أنظمة باتريوت المضادة للصواريخ من السعودية يرفض الرئيس الأمريكي التعليق على سحب الأنظمة لكنه يعاود تصريحات سابقة يتم استغلال واشنطن يقول ترامب من الأصدقاء والخصوم على حد سواء فواشنطن تحمي دولا دون مقابل واشنطن سحبت قوات لها من دول عدة أما السعودية فهي بلد غني يقول ترامب لا أريد الحديث عن الموضوع ولكن نقوم بتحركات كثيرة في الشرق الأوسط وأماكن أخرى عسكريا في كل العالم وهذا لا يتعلق بالسعودية ولكن يتعلق أكثر بدول أخرى الخبر جاء في صحيفة والسريت جورنال تقول الصحيفة أن مسؤولين أمريكيين نقلوا إليها خطة واشنطن بسحب الأنظمة وأنها تبحث خط انتشارها البحري في مياه الخليج والقرار كما تنقل الصحيفة يستند إلى تقديرات مسؤولي واشنطن أن إيران لم تعد تشكل تهديدا للمصالح الأمريكية عشرات من العسكريين الأمريكيين تم سحبهم أيضا وفق الصحيفة من السعودية أعلنت لدارة نيتها سحب صواريخ باتريوت من السعودية وعللت ذلك بأن إيران لا تشكل تهديدا وهذا قرار غريب مؤخرا نشرت واشنطن صواريخ باتريوت في العراق لحماية قواعد عراقية تستضيف جنود أمريكيين ربما يكون قرار واشنطن لمعاقبة السعودية بسبب حرب الأسعار بينها وبين روسيا تسحب واشنطن إذن تعزيزات أرسلتها العام الماضي بعد هجمات استهدفت منشآت النفط السعودية تغيير الكثير منذ ذلك الوقت شهدت العلاقات الأمريكية السعودية مرحلة دقيقتان بسبب حرب أسعار النفط بين الرياض وموسكو ووصل الأمر إلى تهديد مباشر من ترامب إلى ولي العهد السعودي الشهر الماضي كما نقلت وسائل إعلام بقاطع الدعم العسكري الأمريكي عن السعودية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط يواجه قرار الإدارة الأمريكية سحب صواريخ باتريوت وعشرات العسكريين رسائل مختلفة ومتناقضة كما يقول البعض لا شيء من دون ثمن حتى مع حلفاء واشنطن الأقرب رسالة واشنطن الأولى والثانية بشأن إيران التي لم تعد تشكل تهديدا وفق تقييمات واشنطن الأخيرة تقييمات تخالف تصريحات متواصلة من قادة أمريكيين لكنها ربما تعبر عن رأي آخر في واشنطن بدأ يبرز إلى العلانة ريمة بحمدية العربي واشنطن ومعنا عبر سكايب من واشنطن ريتشارد ويدز مدير مركز التحليل السياسي والعسكري في معهد هادسون مرحبا بك إذن لنلخص الموقف من خلال ما قاله الرئيس ترامب هل هذه الإرادة الأمريكية في تقليص التواجد العسكري الأمريكي في السعودية ما ردها أولا إلى هذا الغضب دونالد ترامب الغاضب من تصرف ولي العهد السعودي خلال أزمة النفط الأخيرة أم أنه الابتزاز الأمريكي التقليدي للسعودية أم أنه ببساطة استراتيجية بعيدة المدى للتقليص التواجد العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط ليس بالضرورة أن أفترض بأن هذه التوضيحات أو هذه الشروحات شاملة للمشكلة هناك أكثر من تطور وأكثر من عامل في هذه المنطقة لكن يبدو بأن الرئيس ترامب عبر صراحة عن عدم رضاه الكامل من سياسة المملكة العربية السعودية وبالتالي أيضا أضاف الرئيس وقال بأنه يدرس مع إدارته إعادة النظر في التوزع والانتشار العسكري في المنطقة وفي الخليج وحتى في دول أخرى في أطراف أخرى من العالم مثل كوريا الجنوبية كذلك من الصحيح أيضا بأننا نعلم من تقارير سابقة بأن ترامب أعرب عن بعض مباعث قلقه من السعوديين وسياساتهم وبالتالي فإن الإدارة الآن تعيد النظر في وجودها العسكري هناك في أنحاء من المنطقة أيضا بإمكاننا أن نفكر في جوانب أخرى الإدارة الأمريكية وضعت تنظر بسياستها المضادة لإيران التي تقوم على ممارسة مزيد من الضغوط على إيران طيب ومن أجل إلزام المؤسسة العسكري أيضا في إيران المنخرطة مسبقا في معركتها في مواجهة جائحة كورونا وبالتالي هي لم تعد تشكل تهديدا عسكريا طيب هناك مجموعة من العوامل على ما أفهمه من كلامك تقف وراء هذه الإرادة الجديدة في تقليص التواجد العسكري الأمريكي في السعودية ولكن يجب أن نقع ضمن هذا التفريع المنطقي الواضح وهو إما أن نقول أن هذا تصرف آخر مزاجي من الرئيس ترامب تجاه السعودية أم أنه تصرف استراتيجية للولايات المتحدة في تقليص تواجدها العسكري في منطقة الشرق الأوسط وهل يجب أن نبني على كل هذا؟ كما تعلم في هذه الحالة إذا يبدو الأمر بأنه يتعلق بالانتخابات الوشيكة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي الإدارة الأمريكية تحاول تجنب احتمال وقوعي مواجهة عسكرية في المنطقة مع إيران على سبيل المثال والتركيز على جوانب أخرى في الوقت الحالي على سبيل المثال التركيز على الوضع في كوريا ونحن في الواقع ننظر في هذا التحرك على أنه قد يكون استراتيجيا من الولايات المتحدة أيضا لا نستبعد هذا الاحتمال ريتشارد وايدز مدير مركز التحليل السياسي والعسكري في معهد هادسون حدثتنا عبر سكايب من واشنطن شكرا جزيلا لك احتجت قبيلة سعودية على مشروع مدينة نيوم الضخمة الذي يشكل جزءا حيويا من الرؤية الاقتصادية الطموحة لولي العهد محمد بن سلمان ما استتبع ظهور عقبات أمام المشروع في خضم أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط جولة فوق هذه التلال القديمة وبين هذه الوديان تكفل لك صعوبة تخيل مدينة سياحية ستبنى هنا إنها مدينة نيوم جوهرة التاج لرؤية 2030 والتي روج لها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ولكن الرؤى لا تجد بالضرورة طريقها إلى التطبيق الحلم سهل لكن تحقيق صعب جدا لم تكن بمخيلة بن سلمان عند ذكره صعوبة تحقيق حلم نيوم أن قبيلة سعودية ستحتج على المشروع الضخم الذي يشكل جزءا حيويا من الرؤية الاقتصادية الطموحة لولي العهد الشاب يضرب فيروس كورونا البلاد ويشل حركتها تنخفض أسعار النفط لمستويات هي الأدنى منذ عقود ما يجعل صعوبة تحقيق حلم نيوم واقعا يفرض نفسه بناء المشروع الذي تبلغ تكلفته 500 مليار يستوجب ترحيل أكثر من 20 ألف شخص من أجل إفساح المجال لأعمال البناء لهذا الإجلاء ضريبة دفعها مواطن سعودي تجرأ ورفض قرار الترحيل عبد الرحيم الحويطي وقبل أيام من مقتله نشر هذا المقطع الذي انتقد فيه إجبار قبيلته على الرحيل من الأرض التي عاشوا فيها لأجيال واصفا إياه بإرهاب الدولة موقف عبد الرحيم له أصداؤه في صفوف القبيلة إذ أكد نشاطاء رفض العديد من رجال قبيلة الحويطات ما وصفوه بالتعويضات الغامضة مقابل ترحيلهم وزير المالية محمد الجدعان كان قد حذر من اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة لمواجهة التراجع الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط دون ذكر فيما إذا كانت نيوم ستواجه أي اقتطاعات ولطالما أشكك نشطاء وخبراء اقتصاديون في جدوى المشروع في عصر أسعار النفط المتدنية وبهذا يبدو مصير مشروع مدينة نيوم معلقا ورؤية ولي العهد المستقبلية ضبابية وبعيدة عن الواقع ونتابع الآن ردود الأفعال في مواقع التواصل الاجتماعي حول إرادة واشنطن في تقريس تواجدها العسكري في السعودية مع الزميل ويسامت شكرا لك كمان أهلا بكم مشاهدين إذن السند الذي تتكئ عليه المملكة لدفع الأخطار عنها وحماية أمنها قد يحزم أمتعته راحلا في أي لحظة ودون سابق انذار هكذا بدأ ما سرب نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين عن اعتزام واشنطن سحب أربع بطاريات صواريخ باتريوت يفترض أنها موجودة على أراضي المملكة لضمان أمنها خاصة بعد الهجمات التي تعرضت لها منشآت النفط السعودية خلال الأشهر الماضية الخطوة التي ما زال يكتنف دوافعها الكثير من الغموض وتتوزع التكهنات بشأن خلفياتها بين إدراك أمريكي لتراجع التهديد الإيراني في المنطقة وبين محاولة جديدة من الرئيس الأمريكي لابتزاز المملكة لتسديد كلفة الحماية التي تقدم لها الخطاب شديد اللهجة الذي وجهه ترامب إلى ولي العهد السعودي بعد حرب الأسعار التي اندلعت بين موسكو والرياض لا تزيد المشهد إلا غموضا وأرباكا في المنطقة ذلك ما اتفق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا مع هذا الخبر عبدالله زين رأى أن هذا ابتزاز واشنطن للمملكة خاصة وأن السعودية منذ أن شنت حربا على اليمن منذ خمس سنوات ومنظومة صواريخ الدفاع باتريوت تستخدموا لاعتراض حسب زعمهم الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة اليمنية التي استهدفت أهدافا عسكرية سعودية عبدالعزيز أدغيم أيضا ربط بين القرار الأمريكي ومطالبات ترامب حلفاءه بالدفع والوضع الاقتصادي بسبب كورونا ورأى أن ما فعلته واشنطن مرتبط بقول ترامب نحمي دولا يكرهوننا بدون مقابل عليهم الدفع وأضاف المهم بعد كورونا تدفعون ضرائب يا أخوان بحسب هذه التغريدة فيصل بن زاهر استغرب أيضا ترويج بعض المواقع والحسابات السعودية إلى أن السبب هو استبدال بطاريات باتريوت الأمريكية بأخرى سعودية وقال ما المقصود باتريوت ملك القوات السعودية بدلا من الباتريوت التابعة للجيش الأمريكي أليست الباتريوت صناعة أمريكية محمد بوليم أيضا غرد على تويتر وبدت بالنسبة له التحركات الجارية في المنطقة غريبة ومريبة وتسأل هل سحب الولايات المتحدة لصواريخ باتريوت من السعودية وإعادة تموقع وحداتها العسكرية في العراق وسوريا يشير إلى عمل عسكري قادم ضد إيران بهذا نصل إلى ختام الفرق الفقرة وننهي الملف الأول ونعود من جديد إلى كمال والملف الثاني وهو اليمن كما لا ليس كذلك بالفعل هو الملف اليمني شكرا ويسام شكرا لك شكرا لك